عقب في طريق دعوتك قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا التفت بالله شوي لها المقطع هذا المقطع على ماذا يدل؟ يدل هذا المقطع على أن الناس يردون عظماءهم أن يكونون من جنش غير جنشهم هو يتنبه لي يعني الآن لما ترجع إلى تاريخ الشعوب ترجع إلى تاريخ الأمام يقول لك شنو ليش صار نبي علينا إذا ما عنده ميزة؟ هذا النبي لازم تكون له ميزة يلا يصير نبي علينا ليش يصير خليفة علينا إذا ما عنده ميزة؟ إذا ما عنده ميزة نعم شنو اللي يصير خليفة علينا ليش؟ شنو الفرق بيننا وبيننا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواق كشو هذا مثلنا؟ يأكل الطعام يعني يقصدون من أكل الطعام أن يروح إلى بيت الخلاء إن شاء لما يأكل الطعام طبعا يطار يروح إلى بيت الخلق عجيب هذا مثلنا يعني هم يروح إلى بيت الخلق شو الفرق بيننا وبيننا يعني هذا ما لاجم نبالي للنقطة شوي نقطة حشاشة فذول غالبا غالبا الشعوب يتصورون أن عظماءهم يتميجون عنهم أكعدهم أشباب للميجات ولذلك تلقي تر وروايات خارقة لبعض القادة أن هذا القائد عند إنجازات منه النوع عند خوارق نفسية نشأ الغلو من هنا الغلو نشأ من هنا نبالي بدأ الغلو منها هنا من من شعور الناس في قرارة أنفسهم الناس في قرارة أنفسهم عندهم شعور بأن عظماءهم يجب أن يتميجوا عن شائر الناس هذا موجود هذا منين يجي الشعور يجي من هذا ما عرف هذا يولد مع الإنسان هل فطرة أو ما تولد مع الإنسان التدرجع الآن إلى تأريخ الأمم تلقي الأمم تنشب إلى رؤشاء هي حالات غير متصورة نعم يعني لما تقرأ حتى في تاريخنا يعني تقرأ مثلا أكو جماعة عدهم تصور عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تصور عجيب غريب يعني هذا لما تقول يا با هذا ترى تصورك ما يزود علي ابن وطالب ولا ينقص ترى علي ابن وطالب مو بحاجة إلى ذن الأشياء اللي تقولهن وغالبا يشتغلوها منه الدجالين هذا الدجال اللي يهم يحصل فلوش أو يرضي جماعة ما عندما نعيبهم يخلق لك فتحة شي عجيب غريب نبه في من هالنمط يشتغل لك هالظاهرة يا أخي أرجوك علي ابن وطالب ما مو يعني مو فرد منقبة إلى أن ينجل يدبح الجنون مثلا أنه نجل البير ودبح جنون أولا الله ما مكلف يدبح جنون هاي وحدة وثانيا علي ابن أبي طالب لحظة من لحظات عطاء الروحية وعطاء الخلقية نعم عطاء الخلقي هي تتجعل بالقمة القمة هل يا ابن أبي طالب قمة في أخلاقه قمة في شجاعته قمة في علمه لكن الكمش لا أجيب لخرافه لا ما فدع هذا الرعد صوته الرعد صوته علي ابن أبي طالب يقول الرعد احتكاك في زيائي هذا ما لعلقب علي ابن طالب يا شيد أرجوك هذا الشوي لهذا من النوع يعني هاللون من الكلام اللي ما إلى معنا مو بش عدنا ترى لو أوه تعال شوف اللي يحب يشوف الغلو في كل في أغلب الصحابة خصوص الخلفاء خصوص الحكام يعني نعم بهلي من يتولى العقبي هم غلو عجيب غريب يعني انت لو تشوف ما كتب في أبي بكر وما كتب في عمر وما كتب في عثمان وما كتب في الإمام علي نبه لي يعني يريد له غرب ويريد له نشاط عجيب غريب ويريد له لكن الغريب أن الصيحة على من الصيحة على من يعتقد بعلي بن أبي طالب حسا مثلا شارية كان يقاتل لما يقاتل مال إلى جبل قالوا له شنو قال شمعت صوت الخليفة أبي بكر وهو بالمدينة يقول لي يا شارية الجبل الجبل وجاني صوت اللي هنا جين وتقرأ مثلا أن أبو حنيفة دع الله الخضر دع الله أن يحيي أبو حنيفة الخضر كان يتعلم عند أبو حنيفة ودع الله نعم لما مات أبو حنيفة أن يحيي إلى وأن يعلم أحيى إلى وظل خمسة وعشرين شأنه يتعلم وتشمع من الحكي هذا العجيب الغريب اللي لا إلى أول ولا إلى آخر تأمل يعني هاللون من الغلو طبعا ما يحتاج الإنشان اللي إلى مناقب مناقبتك فيه ما يحتاج أن ألتمش لغلو أو ألتمش لأشياء بشي منين جاية جاية منها الشعور الشعور بأن الإنشان يرى أن هذا صار علي نبي أو صار علي إمام أو صار علي قائد لازم عنده ميزات يتميز وإلا إذا ما عنده ميزات ها